أخي العزيز بالنسبة لموضوع الرواتب هو حق مكتسب وحق أصيل لجميع الموظفين الجمهورية اليمنية وفق كشوفات 2014 مليشية الحوثي تستلم سنويا 2 تريليون وتسعمائة مليار إيرادات من ميناء الحديدة وضرائب وجمارك للأسف الشديد هذا المبلغ كفيل بسداد رواتب الموظفين وصرف كذلك جزء منه للسنوات الماضية عن السنوات الماضية مليشية الحوثي تحاول أن تهرب من موضوع الرواتب وهو حق عليها والتزمت فيه والتزمت بذلك في السويد والآن تتنصل من المؤكد على أن هذه العصابة الإجرامية تمارس عمليات القمع والتأسف ضد المواطنين وشاهدنا ما قامت به من أعمال بلطية واعتقالات في صفوف المعلمين سوى في صنع وكان آخرها اعتقال أمين عام من هذه المعلمين ما تقوم به هذه الميليشيات بدأ الشعب يعي على أن أصبحت ملزمة هذه الميليشيات بدفع الرواتب ولهذا تتوسع الاحتجاجات والتوسع ربما فيما بعد المظاهرات وعملية الاحتجاج صحيح بدأت اليوم ثاني مؤسسة هيئة الأراضي في الاحتجاج السلمي البقى في المكاتب دون عمل وهذه خطوة ممتازة سيلحقها بالتأكيد بقية المؤسسات فكانت تتعذر ميليشيات الحوثي على أن الراتب متوقف نتيجة أنه هناك في على البلد عدوان ولكن الآن هناك هدنة لا يوجد أي حرب جميع الجبهات متوقفة تستلم شهريا يوميا الإرادات من الحديدة والضرائب والجمارك وتريد أن تنصل لأنها أصلا ميليشيات الحوثي قد قامت بأضلية صرف هذه المبالغ أو نهب قياداتها لهذه المبالغ وبعض هذه المبالغ تم إرسالها من خلال إعلاناتهم هم إلى حزب الله وإلى الحرس الثوري الإيراني